زي ما نواهنا في بداية الحلقة هنتكلم في الفقرة الأخيرة وهي فقرة طبية بس هنتكلم تحديداً على الملف فكرة هنا زيادة الوزن الناس اللي بتلجأ لين هي تخص وضعت بقى وحاجات كتير قوي مؤخرة نسمعنا عنها ايه الصح فيها ايه الغلط طب احنا بنخص ونرجع نتخل تاني ليه طب احنا بنتخل ليه أصلاً ما وطبيعاً احنا ناكل يا جماعة طب بجد بنتخل ليه لما بناكل يعني خلينا نقص موتع والله يا دكتور خلينا نعرف كل ده يعني وإزاي ممكن كمان وإيه أصلاً أنواع السمنة لأن فيه أنواع تلع فيه أنواع للسمنة خلينا على كل حال نتكلم في كل ده مع دكتور علاء الدين أحمد هو أخصائي التغذية العلاجية بونجور جداً بونجور ورحمة الله وبركاته اه والله فقرة فقرة والله يعني أعتقد تفيد كل يعني رجال وسيدات وكبار وصغار وفوق السن وتحت السن طبع طبع كل الناس ربما ما فيش بيت لا يعاني من شخص عنده سمنة تقريباً يعني ممكن يا دكتور في الأول بقات قولينا أصلاً إيه أنواع السمنة لأن تلع فيه كذا نوع لها المنخفضة حاجة كده ولا المتوسطة تمام خلينا أول بقى قبل بس ما أدخل في السمنة أولا أنا سعيد إن موجود مع ذرك وسعيد إن أنا موجود في بيتي وأحد مصدر السعادة بالنسبة لي قناة النادي الأهل نورنا والله يا دكتور تعرف حقيقي من ضمن أكتر الحاجات اللي بتحصل حلال المزاجئة بتاعتي الأهل لا لا ما يكسب لا لا بجد حقيقي لو بتشوفيني ما هوفنا كنا بنقول على عشرين وعشرين وقت لما كان الكوفيد والعالم كله حزين وإحنا الحمد لله عملين بطولة وربطولة كنا بنقول لك موجود حاجة تانية مصدر السعادة فعلا ده واقع خلي بالك هو في علاقة ما بين الحالة النفسية والسمنة حيث قصرت السؤال في منتهاء الأهمية والسؤال ده خلينا نقول في حملة 100 مليون مواطن أو 100 مليون صحة اللي كانت رئيسة متبنية هتلاقي من ضمن الحاجات اللي لازم تتعامل كان موضوع السمنة لأن السمنة هل السمنة شيء أساسي وضروري ولازم نتم سيطرة عليها لأن حريك لو روحت لأي تخصص سي لو روحت مثلا للدكتور العظم دكتور البطنة دكتور القلب دكتور العيان اللي عنده كوليسترول العيان اللي عنده سكر كل ده أول حاجة بيبص عليها هو موضوع السمنة ولازم يعالج موضوع السمنة وده في الجزء التاني هنقول هنعالج إزاي السمنة بطريقة صحية حاجة سألت سؤال ما هي أنواع السمنة عشان نعرف أنواع السمنة فيه أصبح لازم عندنا حاجة اسمها ثقافة الميزان يعني إيه ثقافة الميزان الميزان لازم يبقى شيء أساسي عندنا في البيت من الأساسيات وليس من الكمليات نحن بنخاف ما هو حريك عشان نقابل أي مشكلة نحن بنخاف والله الصبح لو متعاش تقيل بص حضرتك حريك نتعاش تقيل من ضمن الثقافة الغذائب ومنتع الشاش صح بس إنسان ضعيفة دكتور علاء الله بص حريك هي شهوة ولازم الشهوة دي أتحكم فيها وعلى فكرة برضو من ضمن الحاجات أنا أتكلم فيها إزاي أتحكم في الشهر نجي نتكلم هل النهاردة سمنة ليها أنواع آه ليها أنواع الأساسي فيها الوزن يبقى لازم يبقى عندي ثقافة الميزان يعني إيه ثقافة الميزان يعني أنا عندي الميزان محطوط في حتة سبتة محطوط بوزن نفسي بلبس معين ما غيروش بوزن نفسي في وقت معين في مكان معين يعني ما جيش النهاردة أوزي النفسي مثلا في الريسيبشن أجل أسبوع الجاي أوزي النفسي في قط النوم إيه ده بقى إيه العلاقة لأن حريك هنا تغيير حاجة ليه حلاقة بالحاجة الميكانيجال يعني حاجة يعني أنت ممكن نوع البلاط اللي تحت الميزان آه ما ليه يفرق في القرارة اللي بيدالك الميزان آه طبعا يعني مثلا ممكن تلاقي قط النوم معمولة مثلا بركت هتلاقي مثلا سي الريسيبشن معمول رخاني اللي بيخسس أكثر لا مش يخسس أنا من هنا أثبت وزني أثبت وزني على الميزان العامل طبعا ده مهم جدا وبعدين هل أنا بأوزن نفسي قبل الفطار ولا بعد الفطار أثبت كل ده مفروض أول ما نسحى ده الوزن اللي بيكون ده صح أنا جبت القراءة بتاعتي بأس الوزني بتاعي على مربع الطول مربع الطول ده حيث ببسيطة جدا أنا بجيبي الوزن أنا عارف طولي بيطلع رقم برأخذ الرقم ده أوزينه تاني على طولي يبقى أنا كده جبت الوزن على مربع الطول يعني الثقافة الموجودة اللي يقولك الست تبقى نفس يعني لو أنا مثلا 170 يبقى أنا سوريا بقى 60 ولو راجل 170 يبقى 70 كيلو ده كان زمان من ضمن المؤشرات أو اللي إحنا نقدر نقول للراجل اللي عنده سمنا للوقت لا هو في حاجة اسمها مؤشر كتلة أنا بقوله حاجة ده اسمها مؤشر كتلة ده بقى غلط خلاص أو ده ثقافة أذنية طبا مصيبة لو عايزيني يبقى 60 كيلو لا بجيب الوزن على مربع الطول بيطلع عندي الرقم بتاعي الرقم بتاعي ده بيقولي هو أنا في أي حتة هل أنا أبقى عني من سمنا أرقام بتطلع لي لو ببساطة لو من 11 و 19 و 19 من 20 إلى 25 فأنا هنا وزني مثالي من 25 إلى 29 و 19 و 18 خلي بالك أنت عندك زادة في الوزن بس تيكير أنت دخل على سمنا من 30 إلى 35 ده الدرجة الأولى في السمنا اللي بيسموها سمنا البسيطة من 35 إلى 40 دخلنا في سمنا متوسطة بعد كده من 40 إلى 45 دخلنا في سمنا مفرطة ده الفات هي من 40 يعني ده بتاعت الفات ولا بتاعت إيه لا هو ده مؤشر الكتلة بتاع جسمك 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 خلي بالك مؤشر الكتلة بيقول كده وده بيعنعكس على أنت فأنا نوع من نوع السمنا بس خلي بالك زي ما قلنا واتفقنا أن مؤشر الكتلة ده لا ينطبق لا على الرياضين ولا على الأطفال طيب في مفروض حضرتك حتكلمنا عن دواء يعني أو يعني زي ما بتقال كده مش شرط دواء بس حاجة فعالة فيها مادة فعالة جدا ممكن أن هي تساعدني بشكل كبير أو زي ما بتقال عام المساعد إيه بقى وشرح لنا كده بشكل كمان مفصل أولا بيستا أنا جاي أتكلم على بيستا 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 وهو منتخد زبست لأنه هو فعلا الأفضل وهنا نعرف ليه الأفضل أولا هو مش دواء هو مكمل غذائي كويس يعني خلي بالك أنا حطت فيه مواد طبيعية في الصورة سهلة أنك تاخده صورة بيتحط في ظرف كده نظام باكت مضرب تتدوب في كوبات ماء هو بيتكون من ست حاجات أول ثلاث حاجات محطوطين مع بعض بيتكون من الشوفان والسيليم وردة الأمح ده الثلاثة بيخصصوا أصل؟ الثلاثة دول هم بيسموهم فايبر بيسموهم ألياف وليهم تأسيمة فيهم ألياف زوابة في الدهون زي ألياف زوابة في الماء زي الشوفان والسيليم دول بيعملوا يا حيك لما بتاخدهم بينفشوا في المعدة فلما ينفشوا في المعدة يؤثروا على الشبع أنا الله ينورها عشان كده بنتكلم بنقول أن البستة هو أول منتج مصري بيتحكم في الشبع ومعادلات الشهية خلي بالي المعادلات الشهية جاءة من ردة الأمح ردة الأمح بيسموها ألياف غير دوابة يعني بتفضل فترة طويلة في الأمعاء وبالتالي بتديك إحساس بالشبع يبقى أنا اتحكمت في الشهية بتاعتك عن طريق أن أنا حطيت لك السيليم والشوفان وتحكمت في معادلات الشبع بتاعتك بأن أنا حطيت اللي هي ردة الأمح حلوة ده مشكلة وبس خلي بالك إحنا بيبقى عندنا مشكلة مع مريض السمنة لما بيجي أعمل له نظام غزائي أنه بيبقى عنده عارفة بيخشف مني في مشاكل كبيرة ممكن تسقط شعر ممكن بيبقى لأن الفيتامينات اللي داخل عنده قلت صح لا أنا مشكلة بس حطيت بقى عندي في البستا حطيت الكروميو 500 ميلي جرام على فكرة ده المنتج المصري الوحيد اللي موجود في السوق المصري اللي فيه هذا التركيز أعلى التركيز من الكروميو على فكرة الكروميو هي مادة موجودة في جسم الإنسان إيه بشي قصة بتعمل إيه بتزود ده بتحرق النشويات ونشويات ده نوع من نوع الكربوهادريت وخلي بالك الكربوهادريت بتمثل 60% من الواجبة بتاعتنا يعني الواجبة سليمة المفروض 60% كربوهادريت و20% دهون و20% بروتين أنا بشتغل ده على 60% عن طريق الكروميو فالكروميو بدأ بيزود من حرق النشويات وكمان بيحسن من معدلات فرض الأنسولين والأنسولين ده اللي هو بيعمل إيه بياخد الكلكوز اللي موجود في الدم علشان يدخلوا خلايا فيتم عملية الحرق فبيحرق بالراحة يعني لا هو بيزود من معدلات الحرق بس حرق داخلي خلي بالك أنا هنا أنا مش بديك سعرات حرقية من بره لا أنا بخلي الطاقة اللي انت محتاجها هدهلك من جوه جسمك صح نيجي للإل الكارانتين إل الكارانتين ده حقيقة مادة موجودة هو معظم معظم الجماد بيدوها للشباب اللي عندهم ليه ده بتحرر الدهون اللي موجودة في الجسم وبزود من معدلات حرقها ده فيه ناس بتاخد إل الكارانتين ده الواحده بسببها خطر طبعا طبعا وانا هنا بتديه صورة طبيعية آخر حاجة فيتامين سي للكارانتين على فكرة تركيز بتاعه 50 ميلي جرام تمام الفيتامين سي تركيز بتاعه 30 ميلي جرام وفيتامين سي كان واخد شهر الفتر اللي فاتت عشان كورونا بنتكلم على مناعة لا هو كمان اكتشفه انه هو ليه ظهور في زيادة معدلات حرق الدهون يعاني مني ممكن يخش مني في قنامة بقولوا لا اطمئني تماما مع بيستا انا حديك دواء او مستحضر متكامل مكامل جزائي متكامل مش هتعاني من الاثاري الجنبية نتيجة للنظام الجزائي اللي انت بتعمله يبقى هنا بيستا بتعمل 3 حاجات بتتحكم في معدلات الشهية بتزود من عدلات الحر بتصرف الحر ده اللي هو احنا محتاجينه أصلا وبصورة طبيعية بأشكال السمنة المختلفة بصورة طبيعية لازم هنا برضو يتبادل لسين الزؤال طب البستا دي اخدها ازاي ما ليس كنت حول حالك ده كابسولة بقى واحدة في اليوم ولا كحول سأد ايه برضو عشو ناس تبقى البستا هو محطوط في نظام بواكي كده العلبة فيها عشر بواكي تمام بفضل باكو على كوباية ميا او على عصير منهور سكر او لبا منهور سكر وقلبوا كويس واخدوا قبل الاكل بنصف ساعة قبل الوجبات الدسمة الأساسيالات تبتاخدها في ناس على فكرة ممكن تبقى الوجبة الدسمة بتاعتها الفطار وفي ناس تبقى الوجبة بتاعتها الغداء وفي ناس تبقى الوجبة بتاعتها العشاء حيك قلت في الاول ايه ما انا بتعشى فبخافة اطلع الميزان انا بطمينك بقول لي حضرتك انا هديك البستا النهاردة ازاي انا حكي هتاخده قبل الوجبة الدسمة بالنسبة لك بنصف ساعة حريك لما هتاخده هتليه نفسك انت كميات الاكل اللي بتاخدهها بتقل لان انا قلتلك حجم المعدة طب يبقى حلو ان احنا ناخده الصبح اللي هي الشديد ده هو مش كابسل لا لا بودرة بتضوف جببات مية ده اسهل بكتير ان في ناس على فكرة عندها مشكلة مع البلع وحاجات زي كده فانت سأيان الموضوع وطعمه طعمه طفاح يعني طعمه باين من لونه اه ده قدامنا هو حتى هو فعلا مهم قوي الناس تتأكد برضو من الشكل علشان ده الشكل الاصلي مع حدش بقى يجيب حاجة بالضبط وعلى فكرة حتى كل حاجة بص في البستان معمولة صح حتى شكل الظرف معمول بحاجة ما تسمحش برطوبة انه يدخش جواه لان انا بتكلم على بودرة فانا يهمني يبقى محفوظ او متعبي بطريقة صح ده موجود في البستان اوكي طب انا دلوقتي لو هي كيس واحد في اليوم كيس واحد قبل وجبة الدسمة اللي اتاكلها تاني على فكرة هو عشان هو مادة طبيعية مكونات طبيعية فممكن حاجة تاخده ثلاث مرات في اليوم على فكرة نروح للشغل يقول لك هنأكل بقى فول وطعمية بكميات كبيرة بقول له ثانية واحدة حط ده في جيبك وقبل ما تفطر بنصف ساعة خد البستان ده كان حينفعنا في رمضان ده قوي يا دكتور طبعا لان هو خلي بالك هنتاخده اول ما الاذاني قد تروح واخد الكباية بس هو على فكرة هو ينسب جميع افراد السنة ما هو حريكي احنا بنفطر في الشغل وبعدين نرجع نتغدى الساعة 4-5 وابعدين نرجع للتعاشر ده لازم ياخد بستا قبل الاكل بنصف ساعة واحد بيقول لي يا دكتور والله انا في طرق ليل اقول له لا خلاص ما تاخدش بس بس انا بتغدى جامد شوية اقول له لا قبل الاكل بنصف ساعة تروح واخد بستا هتلاقي كميات الاكل بتاعك قلت كويس جدا والناس اللي ما عندهاش تنظيم للوقت ياخدوه الصبح بقى عشان ايه ممكن يقولك انا معرفش ان هتغدى الساعة كامو حجبها لا هو لازم يتاخد قبل الاكل بنصف ساعة لان هو لما بيتاخد بينزل المعدة بينفش فبيقلل حجم المعدة فتلاقي كميات الاكل اللي بتاخدها وعلى فكرة هي عملات التكميم والتدبيس هي مبنية على كده ان هو يقلل حجم المعدة انا قلت لك بصورة بسيطة فانا قلت لك بصورة بسيطة جدا انا ملت حالك ملت حالك اليف طب انا بحب قوي الحاجة العملي كيس معنا حالة معنا هنعرضها ودكتور علاء حيعلق لان هي برضو كيس يعني الشخص بيتحدث ايه الدواء اصهر معاه بشكل مباشر وبشكل سريع فخلونا جماعة لو الكيس دي جاهزة نعرضها ونرجع نكمل مع دكتور علاء احكي لنا قصتك مع بيستة وازاي ساعدتك تخص انا اسمي علي جمال محمود سنة 24 سنة كنت 115 ودلوقتي 85 كيلة انا قبل ما استخدم بيستة مكنتش بقدر اتحرك مكنتش بقدر الالبس صحابي كان بيجوا مثلا يقولي يلا نلعب كورا مكنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوب عندي في الحركة فكنت محروم من حاجات كتير قوي بس بعد ما استخدمت بيستة كل الحاجات دي تحلي انا كنت بيستخدم بيستة قبل الاكل بنص ساعة يوميا كان بيحسسني بالشبع وكنت بيأكل كل اللي انا عاوزه وما كانش عندي مشكلة في الطعم نهائي لانه طعمه كان طعم التفاح كاني باشرب عصير بالزرع كنتش محروم من حاجة نهائي انا كنت بيأخذ بيستة بس كنت بيأكل بكميات قليلة لانه بيحسسني بالشبع لمدة طويل وانا الصراحة بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنة انه يجرب بيستة جاء الكلام عظيم جدا الصورة بتتكلم عن نفسها زي ما بتقيل بس انا عندي سؤال هو فقد ايه خس كده بس يا بيستة لو انت مشيت على احنا بننهولك مع موارسة رياضة بتخس من تمانية الاثنشر كيلو في الشهر على فكرة يا من تمانية الاثنشر ده حلو جدا يعني انا بنتكلم في الثلاثة تشهر ممكن تنزل نفسك نزل من حوالي افريج متوسط 20 كيلو في الثلاثة تشهر اه طبعا ما هي خلي بالك انا عملت ايه انا قلت لك الاكل اللي داكل وخليتك تحرم من جو جسمك وفي نفس وقت حطت لك فيتامينز عشان ما تحسش انه عندك مشكلة اه هي هنا شركة بايونتشرا اللي عملت حاجة برتفوليو متكامل من ضمن المشاكل الكبيرة اللي بتقابلنا مع مريض السمنة لما بيتخش في نظام غزائي نتيجة لان كمية الاكل اللي بتقل مجموعة الفايتامينز والمعادن اللي داخل جسمه بتقل والفايتامينز والمعادن دي مشكلها كتير فحنا حللنا المشكلة دي ان احنا بنقوله احنا هننديك بيستا قبل الاكل بس تخلي بالك احنا محتاجين منك انك نديك حاجة فيها فيتامينز والمعادن عشان كده عملنا القلب مالتي فيت القلب مالتي فيت ده بقى المنتج التاني المكمل اللي بيستا انا ممكن اخد داو دا مع بعض هو حريك هو المفروض تاخد داو دا مع بعض ولكن وما زال كيف انا ستقولك طبعا عايزة بتدي بيستا خد بس هو الصح انك تاخد بيستا قبل الاكل بنصف ساعة وبتاخد قلب مالتي فيت بعد الاكل بنصف ساعة او بساعة ومع كبات مية عبارة عن 13 فيتامينزوم عادن لان انت زي ما اتفقنا ان مشكلة الضايت اللي بتقابلنا ان كمية الفيتامينزوم عادن عشان كده بقى يتلاقي ناس ايه اللي بتعمل ضايت او ماشي على نظام غزائي بتلاقي شعرها بيقع صح بيتلاقي عندها هنا شحوب تحت العين صح واخد بقى غير ساعة واخد بقى فيه سواية تحت العين تلاقي عندها مشكلة في ضوافيرها بالنسبة للسيدات هو اللي بيحصل انا بقول له لا انا بقى هتديك مجموعة فيتامينزوم عادن في القلب مالتي فيد 5 و 6 و 12 مدام بنتكلم على فيتامين بي يبقى بنتكلم في حاجتين في المنتقى الأهمية نتكلم على فيتامين بي بيحسن من التمثيل الغذائي للكربوهيدريت اللي اتفاقنا اللي هي بتمثل 60% من الوجبة بتاعتي خلي بالك انا بديك فيتامينزوم عادن ومزود برضو معادات حرق ودي شطارة القلب مالتي فيد يعني هو بديك حاجة انا برضو بديك فيتامينزوم عادن بس انا بزود لك معادات الحرق الحاجة التانية فيتامين بي يبقى بنتكلم على حاجة تخص الأعصاب عشان كده بتوع السكر دايما مريض السكر بياخد فيتامين بي يبقى أنا بقول للقلب مالتي فيد لا خمان خد كمان مريض السكر خد القلب مالتي فيد فيه الزنك والزنك ده الفترة اللي فاتحة كان بيشتهر بأنه هو للمناعة عشان كده حتى القلب مالتي فيد بنتكلم عنه بيقول ايه بينه هو بيقو المناعة ومصدر للطاقة الداخلية تمام الزنك هنا من ضمن الحاجات اللي بتقول مناعة ومهمة جدا للموضوع الشعر والأظافر عشان كده بيوصف للسيدات للب مالتي فيد نتكلم على النحاس النحاس ده اكتشاف ممكن نتكلم فيه حالات النحاس ببساطة شهي جدا بيعمل ايه بيحسن من كفاة الغضة الدرقية ولما أنا حسيت من كفاة الغضة الدرقية فأنا زودت من معدلات الحرق صحيح دي رقم واحد بيقلل من علامات الشايخوخة يعني لو انت ممتظم على انك تاخد قلب مالتي فيد عشان كده القلب مالتي فيد ممكن يتاخد من سنة 13 سنة فوريفر ده دي روتين يعني انت بتاخده يومين ومش كلا خالص بيقلل من كفاء من علامات الشايخوخة تاني حاجة بيزود منصاص الحديد فيه كمان الفوليك أسد لأن برضو العيان اللي ماشي على نظام غزائي بيعاني عندنا من اللهم جلمين أنا لأ بتدوله الفوليك أسد في القلب مالتي فيد فيه الكالسيوم والكالسيوم ده قصة طولة جدا حريك لو روحت عملت فيتا من دي هتتلات سعين في المية من الشعب المصر عندهم مشكلة في فيتا من دي لوه بينعكس على الكالسيوم تمام فهي النهار ده أنا بقول له لأ أنا بعالجك وخاصة نخلي بالحريك ان في السيدات بعد سنة 45 سنة بيبعندهم هشاشة العظام لأنهم عددهم الغزائية السيئة من الصغر ما بياخدش الكالسيوم بصورة متزمة عن طريق اللمان أو اللمان فيه البيوتين البيوتين ده بيحسن من نظارة البشرة والشعر والدوافر طبعا ده البيوتين فيه آخر حاجة نكلفها الفيتامين إي اللي هو بيسمون الفيتامين إي أو إتش ده بيحسن من معدلات الخصوبة عشان كده برضو رجالة تجده يعني بجد ويمكن في وقت قدت حركة الدينة سورة أو زي ما بتقال فول بيكتر مش مشكورة جدا دكتور علاء وأكيد نصائح مفيدة جدا ولسه لينا حلقات أكيد مع بعض تاني الحلقة كده خلصت نشوفكم بكرا إن شاء الله حلقة جديدة وعشر الصبح في الأهل